الهلع الأخلاقي الهلع الأخلاقي الهلع الأخلاقي الهلع الأخلاقي هو وصف أو تشخيص لردة فعلا بتصدر عن شريحة من الناس بتحكي بإسم الأكتارية اللي تستنكر أو الدين أو تمنع أي فكر أو سلوك أو تعبير سقافة أو فنة ما بيعجبها على قاعدة أنه بيهدد القيام الاجتماعية والأداب العامة وعادة بيكون الموضوع له علاقة بالجنس أو الرجولة أو القنوسة فبتصير أشياء مثل المثلية الجنسية أو ظهور ممثلة أو فنانة بفستان قصير أو فيديو على تيك توك بتهدد الأمن القومي أو بتهدد الأسرة أو حتى بتؤدي لإنهيار المجتمع وهنا لازم نفكر ونفهم الهلع الأخلاقي كظاهرة اجتماعية إلى دور سياسي يعني بتخلق حالة عامة بتسمح وبتشجع وبتطالب بقمع كل شي مختلف أو خارج عن المألوف أو يعتبر متحرر الزيادة عن المصوم ومهم كمانا نفهم أنه هيدولة لدات الفعل منا بس عفوية وتلقائية لأنه بكتير أحيان الأنظمة بتستعمل هيدا الهلع بلحظات معينة لتلهم الناس عن المشاكل الفعلية اللي بيعاني منها أكتريت الناس بالمجتمع موسيقى موسيقى يرجع بيذكرنا بالخطوط الحمر بيعاقب بعض الأفراد ليعمل منهم عبرة ليقدب النساء والمجتمع بشكل عام موسيقى العلام بيفتح مجال لفئة معينة صوتها عالة أنه تعمم وجهة نظرها يعني بيستعملوا المنصات الموجودة لا يلعبوا دور البوليس وبيصيروا يصوروا موقفهم على أنه هو موقف أكترية الناس وهي ناس ما حدا سألها شو رأيها أو شو عم تفكر ولا أصلا إذا هو الموضوع بيعنيلها بالأساس فهي الحملات اللي بتطلع أونلاين بتخلق وهم الأكترية يعني بتخلق أكترية لتحكي بإسمها وتفرد شو الصح وشو الغلط وشو المسموح وشو الممنوع فهون العلام شغلته يفبرك الرأي العام فاللي عم نشوفه اليوم الفضاء الإلكتروني العربي هو نوع تسليع جديد يعني هيدا المواضيع هيدا العناوين هي هي اللي بتجزو بانتباه الجمهور فبسير العلين هو عم يغز هاي النظرة الزكورية للمرأة وعم بكرس النظرة لها ككائن جنسي ويستخد هو من هيدا الموضوع التشبه بالغرب على طول بيستعمل كتهمة لأيدانة أعمال فنية معينة والتمويل الغربي كمان يستعمل للتشكيك بهاي الأعمال وبأهدافها بالحالتين عطول فيه انتقائية بيقامتا وكيف منحكي عن التمويل والتأثير الخارجي الأنظمة العربية اليوم واقفة على الدعم الخارجي فطبعا الأعلام المرتهن للسلطة ما عنده مشكل مع هيدا النوع من التمويل الخارجي بس بيأشكله لما الموضوع يتعلق به الانتاج السقافي والفني يلي ما بيلتزم بالمعايير الأخلاقية السائدة من الأكيد أنه خلعوا محتوى جديد من وجهة نظر نسائية إن كان بالسينما أو بالتلفزيون أو بالفن بشكل عام يعني برات إطار التنظيم النسوي في كتير نساء قدمت أعمال بتحاكي تجارب وهواجس النساء في قالب بيطلعون من الصورة النماطية يلي تاريخيا نحط فيها بس كمان شفنا كيف النساء صارت عم تستعمل وسائل التواصل الجديدة لتتوجه للرأي العام إن كان بحملات فتح المتحرشين مثلا أو بمعارك الحضانة بلبنان شفنا النساء عم تستعمل إمكانيات النشر والباس اللي ما كانت موجودة أو متاحة قبل لا تحكي عن قضيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر